السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين تسعة تشرين الثاني اكتوبر طبعا اليوم القمر موجود بالأسد وعننا انتقال الزهرة للميزان وعننا زاوية خطيرة اليوم ذروتها طبعا القمر زي ما حكينا موجود في برج الأسد لغاية ظهر يوم الغد الثلاثة بعدين بده ينتقل للعذراء القمر الآن موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ستة وتسعة وثلاثين دقيقة من مساء اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والقراب والإصلاح بين الشركاء والثبات وبما ان القمر موجود في برج الأسد خلال هذا اليوم معناته زي يوم أمس معناته الناس من حولنا في هذا الوقت بيكونوا أكثر كرما مما اعتدنا من ماديا وعاطفيا بينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع الحبيب يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء الاستفسارات والنصائح بشكل صحيح وتعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنائنا ويمكننا أيضا اقتراض المال أو نستثمر أو نشتري مجوهرات ثمينة أو نكون جريئين نرتدي الملابس الأنيقة ونهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين لإلها بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها اللي هي الزاوية الخطيرة اللي أنا ذكرتها من يوم 11 هي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين بلوتو بدأ تأثيرها يوم 11 وقالنا إنه هاي الزاوية من 11 لها 16 ذروتها يوم 19 اللي هو اليوم الساعة وحدة وأربع دقائق فجرا بتوقيت جرينج بتولد لدينا اندفاعات مخالفة للصواب تدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين برضو بتعرقل نجاحنا ومبادراتنا وعلاقاتنا تعد هاي الزاوية يعني ذالها لي على مشاحنات وعنف وحرب ودمار على نحو واسع بيتلو هذا الاتصال بالدل كذلك إنه هاي الفترة بتشهد اضطرابات أو اضراب للعمال ممكن يترافقها بعض عمال الشغب أو حوادث عنيفة كما أنها بتشهد هاي الفترة مقتل أحد القادي أو كبار الشخصيات في ظروف غامضة وازدياد حوادث لها علاقة بالعنف والاغتصاب والفضائح الجنسية وبدل على حوادث وانقلابات عسكرية أو مؤامرات أو عمليات تخريبية أو إرهابية وتفجيرات وحرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل وحرائق الغابات الحدث اللي رح يصير بعد هاي الزاوية اللي هو انتقال الزهرة طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة اليوم يعني تقريبا الساعة وحدة وعشر دقائق فجرا رح ينتقل الزهرة من برج الأسد لبرج العذرة ورح يظل من اليوم الاثنين تسعة عشرة لغاية يوم ثمانية احداش في برج العذرة يعني صباح يوم ثمانية احداش بعدها بده ينتقل للميزان عشان هيك حاولوا انكوا تسمعوا هاي الحلقة لانه فيها معلومات مهمة وتنبهات مهمة بتفيد الجميع فارجعوا اسمعوها لانه فيها معلومات قيمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري عايز زاوية ذروتها الساعة ثنتين وخمس وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقته أو حقيقتها ونثق في وعود غير واضحة ما بنقبل باقتراحات غير منطقية بدنا نحاول ان نكون متأيقضين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في العكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة سبعة وسبع دقائق صباحا بتوقيت جرينيج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من اتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء من التجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبرضو بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية الساعة ثمانية وخمسة وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار ممكن أنها تعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف وبتدفعنا لعلاقات عابرة وهذا الشيء ممكن يعرضنا للفراق بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب العمود الفقري والظاهر والجانبان طبعا بالنسبة لهذا اليوم ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية ولكن هذه الأعضاء تحديدا إذا كانت العمليات اضطرارية فما في أي مشكلة ولكن إذا منقدر نأجلها بيكون أفضل جيدة هذه الفترة للفحصات أو أخذ الأدوية أو المراجعات الطبية أما باقي عضاء الجسم فما في أي مشكلة يوصى بإجراء العمليات الجراحية اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن وأيضا مثل الجراحة يصلح لهذا اليوم لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحناء ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الأسد فتذكيرا خلو المسار يوم الغد بيبدأ ساعة 9 و36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام ساعة 12 ودقيقة ظهرا من ظهر يوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لبرج العدراء بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال عمر 25 يوم في تمام ساعة 11 و30 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيش بصير عمر 26 يوم نسبة الإضاءة 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس بالميزان حتى يوم 23 عشرة سعيد الآن بنسبة 70% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 60% القمر في الأسد حتى يوم 10 عشرة منتحس الآن بنسبة 40% في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 10% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 15% عطارد في الميزان حتى يوم 22 عشرة منتحس بنسبة 15% الزهرة في الأسد ودينتقل للعدراء زي ما حكينا ورح يظل في العدراء ليوم 8 11 منتحس الآن بنسبة 25% في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 10% المريخ في الميزان حتى يوم 12 عشرة سعيد بنسبة 45% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 عشرة منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 عشرة منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27 عشرة منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6 عشرة منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم برضو بالظل الرغبة قوية عندكم مجال قوي جدا للتقرب من الأحبة وأيضا ممارسة الهويات أو الحفلات أو المناسبات أو التقارب العاطفي أو تقاربنا مع أبنائنا الحظ بيلعب دور كبير اليوم طاقتك ممتازة جدا عندك حيوية في مناسبات في لقاءات عديدة وفي أخبار ممكن تدخل البهجة على قلبك اليوم يعني الأجواب كل الاتجاهات ممتازة فلازم تستغلها وتتحرك على أساس أنه تكون كلها لصالحك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر ما زال موجود في البيت الرابع اليوم التركيز رح يكون أكثر على الأمور العائلية والبيتية ورح يظل في نوع من أنواع التفكير القوي في بعض المسائل اللي بتتعلق بأحد أفراد العائلة أو مسألة مقلقة شوي هي تمر بكيتك ولكن الأجواء إجمالا فيها نوع من أنواع الاستقرار وخصوصا من ساعات الظهر ممكن تتعاون مع بعض أفراد العائلة في أمر ما وممكن يظهر عندك مناسبة مفاجئة أو زوار مثلا أو بعض الأعطال المنزلية اللي بتطلب منك الاهتمام أو دفع المصريف برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات يوم ممتاز جدا لا الحركة ولا الإقناع ولا الحوار ولا التسويق لا الإلكترونيات للسيارات للبريد للامتحانات أيضا للتعليم للدورات الدراسية للقاء الأحبة على كل اتجاهات الأجواء جيدة يعني اليوم ما إلك عذور أنك ما تستغل بكل طاقتك لأنه عندك قدرة على المناقشة والإقناع إذا عندك شيء معين حابب تروج له اليوم اليوم مناسب جدا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر استقرب في البيت الثاني اللي له علاقة بالمال فعشان هيك فيه فرص اللي لها علاقة بالمكاسب المالية أغلب هاي المكاسب بتيجي عادة يا من عمل إضافي يا مستردات يا هبات يا دعم وممكن أنك اليوم تحصل على بعض الأموال اللي بتخصك أو ممكن يعني هيك يجيك من شخص كنت بتنتظر الدعم منه هاي نقطة بدك تنتبه لها ولكن بدك تنتبه أكثر للمصريف يعني اليوم ممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بالتوظيف الأموال حاول أنك يتدقق بكل التفاصيل برج الأسد بالنسبة للموليد برج الأسد طبعا القمر اليوم موجود عندك باستقر بشكل كامل فعشان هيك اليوم يوم مميز جدا نشاط وحيوية سرعة بديهة عاطفة طاقة عالية جدا عندك ممكن اليوم تعزز خطوة لها علاقة بالمركز الاجتماعي أو علاقاتك الاجتماعية في نوع من أنواع يعني هيك الأخبار والأحداث والمعنويات المرتفعة جدا فعشان هيك اليوم لازم تتحرك بكل الاتجاهات ممكن تهتم بمظهرك بهندامك ببداية فكرة جديدة وممكن يتسرب لك بعض الأخبار اللي كان صعب أنك تحصل عليها في الأيام الماضية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا لغاية ظهر الغد القمر راح يظل موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بظل التعب مسيطرة عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود حاول أنك تعمل بشكل روتيني تنجز أعمالك بشكل روتيني بدون ما تبادر بأي عمل جديد أي شخص بيوعدك بشيء خلال هذا اليوم يعني ما أعتقد أنه راح يوفي فيه فعشان هيك حاول قدر الإمكان أنك تعتمد على نفسك ودوءك بدون مشاكل بدون انتقادات بدون قرارات لأنه ولا إشي راح يكون لصالحك ولكن اعمل بشكل روتيني لتحافظ على وضعك برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء يعني بمعنى آخر اليوم النشاط كله اجتماعي ممكن لقاءات وحوارات أو اتصالات مفاجئة ممكن تتعرف على أشخاص الجدد أو ممكن تستغل بعض العلاقات لإنجاز بعض الأعمال المهمة يعني الأجواء فيها كثير من الإيجابيات وبتقدر اليوم تطلب المساعدة من أي شخص ما رح يقصر معك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل برضو اليوم مناسب للشهرة أو للترقية أو لترفيعات أو حتى لإتمام بعض الأعمال الصعبة ولكن حاول قدر الإمكان أنك ما تخالف القوانين وما تجازف وما تشوه سمعتك لأنه في أشخاص ممكن بيحاولوا يكيدوا لك اليوم إذا التزمت الهدوء وركزت بشكل جيد بتكتشفهم ولكن حاول أنك ما تواجه الآن ولكن بهدوء تعامل بهدوء برج القاوس بالنسبة لما أوليد برج القاوس طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات اللي بعيدة بعضكم ممكن يكون عندهم امتحان جامعي أو وداية دورة معينة أو ورشة عمل أو حتى أوراق قانونية ومعاملات اليوم رنشاط على كل الاتجاهات والأجواء جيدة ودعمة لأيلك ممكن تناقش موضوع دين أو موضوع فلسفي أو تطلع على أخبار يعني كان صعب أنك تطلع عليها في الأيام الماضية تفيدك بشكل جيد أهم شيء أنك تعزز علاقاتك العاطفية والاجتماعية والعائلية لأن الأجواء بتدعمك برضو بشكل قوي جدا برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة يعني المال اللي معك شريك فيه أي مال معك شريك فيه مال الزوج الزوجة بنك ضريبة تأمين أميرات هاي كلها اسمها أموال مشتركة فعشان هيك حاول أنك تهتم بهاي المسائل اليوم في مكاسب بتيجي من شراكة أو تعويضات زي ما حكينا فأهم شي أنك اليوم ما تأمل لشخص ولا تكفل شخص ولا تقرض شخص فلوس إذا عندك مشروع أو عندك أمر معين حابب تتممه حاول أنك تدقيق بالتفاصيل لأنه ما في مجال المغامرات وحاول أنك برضو ما تهمل العائلة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم اللي هي شراكات المال والعاطفي أو علاقاتكم ما بين الأزواج أو اللي بتعملوا معاهم فحاولوا قدر الإمكان اليوم لا تستغلوا لأنه مناسب للمصالحات والتقارب والاتفاق على أمور وكان صعب أنك تتفقوا عليها في الأيام الماضية ولكن بدون جدال بدون حوارات يعني صعبة أو نقاشات حادي حاول أنك تكون معني عقلاني أكثر وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا القمر بدأ الآن في البيت السادس فعندك لغاية الغد لازم تكون منجز كل الأعمال الضرورية والمهمة بدون ما تلتهي بالأشياء اللي مش ضرورية يعني التركيز هو على العمل اليوم على الصحة حاول أنك تنجز اللي بتقدر عليه من العمل وبرضو انتبه لغذاء وراحتك ممكن يكون فيه مراجعات طبية أو فحصات أو بعض الأمور للعلاقة بالصحة ولكن الأهم إنك تنتبه من زملائك وعلى زملائك بالعمل حاول إنك ما تدخل بأي مواجهات وحاول إنك ما تلتهي بالأعمال اللي ما في منها فائدة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء وحفظه ترجمة نانسي قنقر